رفعت اسبانيا الاثنين القيود المفروض على الانشطة الاقتصادية غير الاساسية وعد مئة الالاف من العاملين الى وظائفهم وستجدل بين ساسة ونقابين وعلماء حول احتمالية تفاقم وباء فيروس كورونا المستجد مع التزايد التنقلات وكانت الحكومة قد قررت نهاية الشهر الماضي وقف كل الانشطة غير الاساسية ما ادى الى شلل شبه تام للاقتصاد وهو اجراء استثنائي اتخذ في ظل تصارع وطيرة انتشار مرض كوفيد-19 وارتفاع عدد الاصابات والوافيات وسجلت اسبانيا اكثر من 166 الف اصابة منذ بداية الوباء وبلغ عدد حالات الوفاء نحو 17 الفا وشدد رئيس الحكومة الاسبانية بيرروسانشيز على ان عودات النشاط لا يعني تخفيف اجراءات العز المفروض منذ منتصف مارس الماضي بالانشطن continua en consecuencia del confinamiento general únicamente ha finalizado la medida extrema de hibernación al nivel del fin de semana de todas las actividades económicas no esenciales que ha estado en vigor durante estas dos últimas semanas ولضمان سلامة العاملين أثناء التنقلات يقوم أفراد من الشرطة وجهاز الحماية المدنية بتوزيع كمامات على المواطنين منذ الصباح في محطات القطار والمتلوب كبرى المدن ويقوم جال الشرطة بمرقبة القطارات والحافلات حتى لا يزيد عدد الركاب عن حد نتيح الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة